السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في تجمال أحبة مرة ثانية الحلقة عن العلم وتعليم العلم للأطفال أنا أماني من قناة أمان الترتيح من أمريكا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يبتغي فيه علما تهل الله له طلب طريقا إلى الجنة وأن الملائكة تضع أجنحتها على طالب العلم بما صنع واليوم بما بتجمع الحبة سنتكلم عن موضوع العلم وكيفية الاستفادة منه وكيفية تعلمه للأطفال منذ الصغر وأول قناة هي قناتي قناة أمان الترتيح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في تجمع الأحبة موضوع هذه الحلقة عن العلم والتعلم للأطفال أنا أماني من قناة أمان الترتيح من أمريكا لا رحمن رحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر قولي الألباب صدق الله العظيم العلم هو نور وضروري جدا للإنسان ويجب على كل أب وأم تعليم أطفالهم العلم منذ الصغر برسالهم للمدارس وحبهم لقراءة الكتب بمختلف أنواعها وأشكالها يجب على الطفل دائما أن يكون لديه العديد من الأسئلة للتعرف على العلم بالعلم نبلي الطفل ليكون له مستقبل أفضل وتبنى الأمم والحضارات بالعلماء والمشاهدين يجب دائما تشجيع الطفل على الابتكرات العلمية وأيضا يجب علينا تحفيز الطفل على الكتابة وتعبير ما بداخله وأيضا الخلايا العلمي للطفل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أمان الترتير من أمريكا سننتقل الآن إلى دولة مصر ومن خلال قناة عالم ماما دد الجميلة والتي ستخبرنا بما لديها بالمعلومات كيفية تعليم الطفل منذ الصغر ولا تنسوا وضع لايك واشتراك وكومنت لقناتها الجميلة جدا والمميزة ستجدون إن شاء الله في صندوق الوصف ولا تنسوا الإصفات بكل معلومة ستقدمها لنا من قناتها الجميلة جدا ومشاهد ممتع لقناتها هناك سلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيب قلبي ماما دد أنا اسمي قناتي عالم ماما دد وأتمنى تنوروني في قناتي المتوضع قناتي عالم ماما دد هتلاقوا كل ما يرضيكم إن شاء الله مع تجمع الأحبة الأسبوع ده حابيني تكلم عن العلم نور العلم طبعا حبايب قلبي ماما ددة لازم نعلمه لولادنا وهم صغيرين نعلمهم إن العلم يمش في الكتابه بس العلم لازم يكون في الحياة طبعا لازم نعلمهم يعني إيه العلم نفتح مخهم علشان ربنا يبرك لنا فيهم اللي يطلع عالم واللي يطلع مهندس واللي يطلع دكتور واللي يطلع آآ أي حاجة هو حبيبها طبعا لازم نعلمه يعني إيه العلم والعلم نور نفتح مخهم وننور عقلهم طبعا زي ما بيقولوا العلم نور لازم ننورهم بكل كل حاجة إحنا نعرفهم ونجيب لهم كسس ونجيب لهم كتب ونجيب لهم كراسات راس يكتبوا ويرسموا فيها علشان يتعلموا هو ده الجيل اللي هيطلع مهندس ودكتور وزابط وكل بإذن الله اللي تتمنوا لولاكم اللهم أمين يا رب العالمين فلازم نعلمهم إن العلم مش في الكتاب بس العلم في كل حاجة يستفادوا منها مش إراية وينسوها لا الإراية دي لازم يحطوها في عقلهم وتفضل معاهم لغاية لما يكبروا الإراية كسة الإراية إنه هو يستفاد بحاجة الإراية إنه هو يفيد ويستفاد يفيد غيره ويستفاد من اللي هو بإراه هي دي الإراية أما الآن سننتقل إلى دولة الكويت ومن خلال قناة برينسيسا في مملكتي والتي ستقدم لنا إن شاء الله المعلومات القيمة عن كيفية تعليم الطفل العلم منذ الصغر ولا تنسي وضع لايك واشتراك وكومنت لقناتها الجميلة جدا والمميزة في صندوق الوصف والإزفاد من كل المعلومات التي ستقدم لنا في قناتها الجميلة جدا ومشاهد ممتعة لقناتها هناك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم قناة برينسيسا في مملكتي وأنا قناة مصرية وعيشة في دولة الكويت وبحبها جدا وطبعا موضوعنا للأسبوع دوت مع أحلى قنوات من تجمع الأحبة هنتكلم عن العلم نور والعلم نور للعقول وضياء للحضارات إن سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة وإن الملائكة بتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن العالم بيستغفر له من في السماوات ومن في الأرض وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثت الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهمل ولكن ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وفير يجب أن نكون قدوة الأبناء نعلمهم ونربيهم وندخلهم أحسن مدارس علشان يكونوا أفضل مننا إن شاء الله أم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق فالعلم بيبدأ من البيت وبيبدأ من الأم فكوني مدرسة الأولادك سعديهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما الآن سنتقل إلى هولندا ومن خلال قناة الملك ورد جوري التي ستقدم لنا المعلومات القيمة والمفيدة عن كيفية تعليم الطفل العلم منذ الصغر ولا تنسوا وضع لايك واشتراك وكومنت لقناتها الجميلة جدا والمميزة ستجدونها إن شاء الله في صندوق الوصف ومشاهد ممتعة لقناتها بما ستقدمها لنا من معلومات عن كيف ألعن العلم والتعلم ومشاهد ممتعة هناك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيكم معكم قناة الملكة والجوري كوي جوري من هولندا مثل ما عودناكم بكل أسبوع بتجمع الأحبة عنا موضوع مفيد وموضوعنا له الأسبوع عن التعليم وفوائد التعليم وقيمة التعليم بحياتنا التعليم أقوى سلاح بمتلكه الشخص ضد أي شيء بمجتمعنا الزراعة يمكن بتسد الجوع والصناعة بتعطينا الاحتياجات اللي إحنا بدنا إياها لكن التعليم بيزرع وبيصنع وطن رائع جدا لهيك دائما إحنا علينا أنه نحفز أولادنا ونحفز حتى كل حبايبنا على التعليم لأنه حتى رسول الله عليه الصلاة والسلام أمر بهذا الشيء وقالنا اطلب العلم من المهدي إلى الحد يعني من وقت ما تخلق وانت صغير لحد ما تموت وانت كبير اطلب العلم وهذا الشيء معيب أبدا أبدا في كتير ناس كانت عندها أمية كانت ما بتعرف تقرأ وتكتب على كبر تعلمت وصارت وصارت من الناس المفيدة جدا بالمجتمع لذلك علينا دائما أنه نكون حريصين على أولادنا أنه يطلبوا العلم ويتعلموا حتى مو بس دراسيا يتعلموا بكل شيء العلم مو بس فقط في الدراسة اللي احنا كتبنا وبس بالمدارسنا وبس لا بكل شيء علينا دائما أنه نكون فعلا نتعلم من أي شيء من تجاربنا بالحياة وكالعادة السلام ختم والسلام عليكم ورحمة الله أما الآن سننتقل إلى تركيا ومن خلال قناة روتين تيت والتي ستقدم لنا إن شاء الله جميع المعلومات القيمة والمفيدة عن كافية تعليم الطفل العلم منذ الصغر ولا تنسوا وضع لايك واشتراك وكومنت ستجدون إن شاء الله في صندوق الوصف ومشاهدة ممتعة لقناتها وكل المعلومات التي ستقدم لنا عن تعليم الطفل العلم منذ الصغر ومشاهدة ممتعة لقناتها هناك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا من القناة روتين تيت ومقيمة تركيا وموضوعنا به الأسبوع تجمع الأحبة هو فكرتنا عن العلم العلم يلعب دورا هاما في حياة أفراد الشعوب والمجتمعات والعلم أهمية كبيرة لكل من المجتمع والفرد أهمية العلم للفرد يقول الإمام الشافعي كما يرفع العلم أشخاصا إلى رتب ويخفض الجهل وإشرافا بلا أدب فالعلم يعمل على رفعة الأشخاص إلى أعلى المراتب العلم يعمل على تهزيب النفوس فالإنسان كلما امتلك علما كلما زادت أخلاقه وذلك من خلال ما يعرفه من علمه والعلم يساعد الإنسان على الوصول إلى الحق العلم هو الطريق الوحيد للوصول إلى الحقيقة فالعلم يكشف ظاهرة أشياء وباطنها يعمل على تحسين المستوى المعيشي يستطيع الإنسان من خلال العلم يصل للسعادة المادية والمعنوية وحلو أن الواحد يتعلم ويعلم أطفاله وأولاده العلم نور وبتمنى الفيديو أن يكون على إعجابكم وبتمنى أن تنوروني بقناتي المتواضعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما الآن سننتقل إلى دولة الجزائر ومن خلال قناة حلويات البي والتي ستقدم لنا المعلومات المفيدة جدا عن كيفية تعليم الطفل العلم منذ الصغر ولا تنسوا وضع لايك واشتراك وكومنت لقناتها ستجدون إن شاء الله في صندوق الوصف ومشاهد ممتع لقناتها وبكل المعلومات المفيدة والقيمة التي ستقدمها لنا من قناتها عن موضوع العلم والتعلم للطفل ومشاهد ممتع لقناتها هناك سلام عليكم جميعا حبيبات ألبي معاكم أختكم حلوية البايمة معاوتكم في تجمع الأحباك كل أسبوع نتكلم عن موضوع موضوعنا اليوم رح يكون عن العلم نور يا حبيبات ألبي لازم نعلم أولادنا وهم صغار العلم نعلمهم من قصص نقرأ لهم قصص من كتب نفاهمهم الأحاديث لغاية ما يوصلوا للدراسة بيني وبينكم حبيبات قلبي في ناس كبار ووصلين ووصلين كتير في الدراسة لكن العلم والثقافة عندهم محدودة ما عملنا ولا شيء لازم يكون العلم زائد الثقافة زائد الدراسة مشان ننسق بعدياتهم مشان تنجح الولد أو البنت تنجح في حياتها ما في مثل إحنا عدنا بنقولوا أعطيني واحد فاهم معالم ولا تعطيني مية واحد دارس انتوا فاهميني العلم والثقافة غير الدراسة ولازم نجمعهم مشان نطلعوا أولادنا وعين إن شاء الله ومهما وصلنا في العلم والمعرفة فنحل لا نعلم الكتير وكل يوم نتعلم شيء جديد حبيبات قلبي ما هي الدنيا اللي احنا فيها مدرسة نتعلم ونعلم منها أولادنا وإن شاء الله نكون فيتكم في هذا الموضوح ونتكلم شوي مع البنات كل واحدة ورأيها في شو طريقة كيش اللي يتعلم بها أولادها واللي مش مشترك عندي في القناة يشترك ويفعل جلس مشان يوصلوا جديد ويعملنا لايك للفيديوهات يلا مع بعض نكمل الفيديو أما الآن سننتقل إلى دولة فلسطين ومن خلال قناة Women Arts والتي ستقدم لنا كيفية تعليم الطفل العلم منذ الصغار لا تنس وضع لايك واشتراك وكومنت لقناتها المميزة جدا ستجدونها إن شاء الله في صدق الوصف ومشاهد ممتعة لقناتها وكل المعلومات المفيدة والقيمة التي ستقدمها لنا عن كيفية تعليم الطفل العلم منذ الصغار ومشاهد ممتعة لقناتها هناك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيفكم مشتركين للجداد والقدامة قناتكم قناة Women Arts زي ما عودناكم كل أسبوع نتكلم عن موضوع موضوعنا لها الأسبوع نتحدث فيه عن العلم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي يعلم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم العلم هو النور اللي بضيء للإنسان طريقه بيهديه لطريق الصحية وهو أساس تطور الحياة وتقدم المجتمعات فبالعلم بنبني المجتمع قال الشاعر بالعلم نبني بيوتا لا عمادة لها والجهل يهدم بيوتا العزي والكرامي وبالعلم نقضي على الأمراض وهو الدواء المضادة تسمم بالخرافات والجهل ولابد نعلم أطفالنا ونقرأ لهم القصص بطريقة محببة وجميلة وبعد ذلك نتركهم يعبروا عن القصة بمفهومهم ولازم نرد على أسئلتهم لأطفالنا وما ننفر من الإجابة عن تساؤلاتهم وبنعلمهم بأن العلم بالعلم بندافع عن الدين والوطن والعلم مفيد للمجتمع ولولا العلم لما توصلنا إلى الاكتشافات المتنوعة وقد أكد الإسلام على أن العلماء هم ورثة الأنبياء وهو مقدم على العبادة ولازم مش نتعلم بس لازم نحفظه لازم نفهمه ونتعامل معه في أمور الحياة كلها وإلى اللقاء وياريت تشتركه في قناتي وتنوروني في قناتي قناة وومن أرد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما الآن سننتقل إلى إسبانيا ومن خلال قناة سهام والتي ستقدم لنا المعلومات المفيدة والقيمة عن كافية تعليم الطفل العلم منذ الصغر ولا تنسوا وضع لايك واشتراك وكومنت ستجدونا إن شاء الله في صندوق الوصف لقناتها هناك ولا تنسوا مشاهدة قناتها الجميلة وممتعة جدا والاستفاد من كل المعلومات التي ستقدمنا لنا عن كافية تعليم الطفل العلم منذ الصغر ومشاهدة ممتعة لقناتها هناك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأعزاء أهلا بكم معنا في تجمعنا تجمع الأحبة أنا سهام من قناة سهام إسبانيا أتمنى أنكم تزوروني في قناتي وتشجعوني باشتراكاتكم حتى يصلكم كل جديد من قناتي مثل ما عودناكم كل أسبوع في تجمعنا تجمع الأحبة نتحدث عن موضوع جديد وموضوعنا لهذا الأسبوع ألا وهو العلم نور فمثل ما تعرفون يا أحبائي العلم فهو أمر مهم بالنسبة لأولادنا فمن الواجب علينا تعليمهم القراءة والكتابة حتى يتمكنوا من قراءة كتب والاستفادة منها وكذلك من الواجب علينا قراءة قصص لأولادنا بطريقة جميلة لتحببهم وتحفزهم عن القراءة فبالعلم نبني مجتمعنا فمن الواجب علينا الإجابة على أسئلة أولادنا فالعلم ليس فقط في الكتب بل كذلك في حياتنا اليومية فلنعلم أولادنا حتى يصبحوا رجالا ونساء مهمين في المستقبل والآن يا أحبائي دمتم في رعاية الله وحفظه ومع ألف سلامة كنتم مع سهام إسبانيا أما الآن سنتقل إلى فرنسا ومن خلال قناة عالم رانيا والتي ستقدرنا جميع المعلومات والقيمة عن كافية تعليم الطفل العلم منذ الصغر ولا تنسوا وضع لايك واشتراك وكومنت لقناتها ستجدون إن شاء الله في صندوق الوصف ومشاهدة ممتعة لقناتها والاستفادة بكل المعلومات القيمة التي ستقدم لنا عن كافية تعليم الطفل العلم منذ الصغر ومشاهدة ممتعة لقناتها هناك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا رانيا من القناة رانيا شانيل عالم رانيا مقيمة بفرنسا مغربية الأصل اليوم جينا باش نتحدث عن أهمية العلم العلم هو جعل طريق تفكير الفرد إيجابية العلم يطور من طريقة تفكير الإنسان وتصبح نظرته إلى الأمور مختلفة وكما نعرف أن أول صورة نزلت في القرآن الكريم صورة العلق بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم تتمثل أهمية العلم بكونه السلاح الذي يعيد أمجاد الأمة ودينها وأرضها وعزتها وكما يعتبر العلم الكنز الوحيد الذي يبني رجالا بمعنى الكلمة بحيث يكون هؤلاء الرجال قادرين على تغيير واقعهم من الظلم إلى العدل وإعادة النصر والحياة من جديد ويساعد العلم على توجيه الإنسان إلى الطريق السليم أما الآن سننتقل إلى المغرب ومن خلال قناة حياة البسطة مع غالية ولا تنسوا مشاهدتها والاستفادة من جميع المعلومات القيمة والمفيدة التي ستقدمها لنا عن كيفية تعليم الطفل العلم منذ الصغر ولا تنسوا وضع لايك واشتراك وكومنت لقناتها المفيدة والمميزة جدا ستجدونا إن شاء الله في صندوق الوصف ومشاهد ممتع لقناتها والمعلومات القيمة التي ستقدم لنا عن العلم للطفل منذ الصغر ومشاهد ممتع لقناتها هناك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا غالية من قناة حياة البسطة وغالية أنا من المغرب ومقيمة بالمغرب بمدينة مراكش موضوعنا اليوم هو العلم فمثل ما سمعنا ونحن صغار جدا المقولة الشهيرة العلم نور والجهل عار فبتطور إمكانيات الإنسان العلمي تتطور المجتمعات وترتقي الدول فالعلم قوة تتيحه لاقتصادات الدول العديد من الآفاق السماعية والاستثمارية الهائلة ففي التنافس التكنولوجي كان للعلم اليد الطولة في فتح مصارات لا نهائية في المجالات التقنية وحتى على المستوى الفردي إذ إن مجالات التطور كبيرة ومتاحة عن طريق الحاسوب والإنترنت حتى يمكن الفصول على آلات المصادر والمتخصصين في كل مجال كما أنه عن طريق العلم ينعم البشر والآن بالكهرباء ومصابيح الإنارة مثلا والتي غيرت مزرى التاريخ إلى الأبد ومن الجدير بالذكر أن الحياة تتراجع بالجهل وتتقدم بالعلم الذي أنقذ حياة الملايين بسبب تطور الصناعات الطبية في الجراحة والتعقيم والتنظير وتقنية الليذر كما سهم في ابتكار حلول سهلة التنقلات وفرد المعلومات وحسنة ثقافة ومستوى تطلعات وإمكانيات الإنسان أتمنى أن يعجبكم الموضوع وإلى المتقلات أما الآن سننتقل إلى السعودية ومن خلال قناة كوكو كيتشن والتي ستقدم لنا المعلومات المفيدة عن كيفية تعليم الطفل العلم منذ الصغر ولا تنسوا وضع لايك واشتراك وكومنت لقناتها ستجدون إن شاء الله في صندوق الوصف ومشاهدة ممتعة لقناتها وعن كل المعلومات التي ستقدمها لنا من كيفية تعليم الطفل العلم منذ الصغر ومشاهدة ممتعة لقناتها هناك السلام عليكم إزاكم يا أغلى وأكبر منتابعين في الدنيا كلها يا ربكم أحسن الصحة وأصعد حال معاكم أم كريم من قناة كوكي كيتشن المصرية مقيمة في السعودية برحب بكم وبجميع المشتركين الجدد والقدامة في ملتقى الأحبة موعدنا كل خميس وموضوعنا النهاردة عن العلم وأهمية العلم في حياة الإنسان وفيها الفرد طبعاً احنا كلنا عارفين أن ربنا سبحانه وتعالى أول صورة نزل في القرآن أمرت بالعلم والتعلم وكمان رسوله عليه الصلاة والسلام قال لنا اطلوب العلم ولو في الصين واطلوب العلم من المهد للح وكمان دائماً وجهات النظر بتختلف حول أراء حول أشياء والأراء بتختلف حول أشياء وتتفق حول أشياء أخرى لكن جميع الأراء تفقت حول أن العلم ضروري للأمم وأن فيه كتير من الحضارات نهضت بالعلم وفيه حضارات كتير سقطت وانتكست برضه بالجهل اللي هو ضد العلم والعلم اللي هو أهمية كبيرة جداً 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 في حياة الفرد أنه هو العلم بيساعد على الشعور بالثقة إذاتية للفرد وكمان بيساعد في صناعة الأهداف والطموحات طبعاً مع توفر الإرادة اللازمة لتحقيقها وتزليل صعوبتها وبيساهم العلم في تحقيق التفاعل مع الأسر والمجتمع إن شاء الله نتكلم بالاستفادة أما الآن سننتقل إلى ألمانيا ومن خلال قناة خديجة فرانكفورت والتي ستقدم لنا معلوماتها القيمة والمفيدة عن كافية تعليم الطفل العلم منذ الصغر ولا تنسوا وضع لايك واشتراك وكومنت لقناتها في إساة جدون إن شاء الله في صندوق الوصف ومشاهدة ممتعة لقناتها المميزة والمفيدة والانشهادة من كل المعلومات القيمة التي ستقدمها لنا عن كافية تعليم الطفل العلم منذ الصغر ومشاهدة ممتعة هناك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكل أحباب والأصدقاء والأحب والغاليين أنا خديجة من فرانكفورت مغربية أقطن بألمانيا عندي قناة اسمية خديجة فرانكفورت كانت الرق فيها الطبخ المغربي والعالمي وكل شي لأن عندنا واحد الجمعية مغربية ألمانيا كان قموا بالمساعدات يعني الأطفال الشيوخ المسنين كل شي إلى حبيته تنضموا عندي كان ندير بزاف الأنشيطة وكان نحب نساعد الإنسان يعني إحنا 11 واحد في الجمعية وكل واحد مستخصص بحاجة كيعملها وحصل لي الشرف أنكم دخلتوني في هذا الجروب إن شاء الله نكون عند حسن من ظن الجميع ونتمنى نتمنى من كل قلبي أن إن شاء الله يكون بنا نتعاملوا كأخوة وكمسلمين على حدا نتطرقوا هذا الموضوع غزال العلم بل كما يقولوا العلم ونور والجهل وعار لهذا خاص الإنسان كله يتعلم أي حاجة لأنه لما كانت تعلم لما قرأتك لما تعرفت الإسلام ديالك على الحقيقة لما تعرفت ديالك التقاليد العادة والأغلبية يعني أي حاجة كالسق ولا بد أن تكون قارئ الدواء ديالك كل شي ولكن شكرا على المجموعة هذه ونتمنى التوفيق لكم أما الآن سننتقل إلى الإمارات ومن خلال قناة دودي دودي وائل والتي ستقدم لنا المعلومات المفيدة والقيمة عن كيفية تعليم الطفل العلم منذ الصغر ولا تنسوا وضع لايك واشتراك وكومنت ستجدون إن شاء الله في صندوق الوصف ومشاهدة ممتعة لقناتها الجميلة جدا والمميزة والاستفادة من كل المعلومات القيمة التي ستقدم لنا عن كيفية تعليم الطفل العلم منذ الصغر ومشاهدة ممتعة لقناتها هناك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا حبايبي عاملين ايه معاكم قناة دودي دودي وائل اتمنى تنوروني في قناة المتوضعة وتشرفوني وتعملوني اشتراك لو عجبكم فيديوهاتي باذن الله والنهاردة في تجمع الاحبة هبنتكلم عن العلم وطبعا المقولة الشهيرة المعروفة ان العلم نور العلم فرع من فروع المعرفة او الدراسة والذي يتعامل مع مجموعة من الحقائق والوقائق المبني على الملاحظة والمرأبة غير المتحيزة لفكرة ما ويعتمد العلم على التجارب المنهاجية التي تساعد على بناء الحقائق العامة والقوانين الاساسية ومن الجدير بالذكر ان يشمل جميع المجالات مثل تاريخ العلوم الغربية والشرقية والثقافات والعلوم الفيزيائية ومبادئ التطوير التاريخي للعلوم المختلفة ونطاقها وعلوم الارض وعلوم الفيزياء والاحياء والطب والتاريخ والهندسة والعلوم الاجتماعية وغيرها كتير جدا موجودة فبالتالي مفروض العلم دوت نعلمه لعيالنا ونهتم بحاجة دي نهتم بها جدا 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 العلم نور ويا رب يا رب يا رب يكون كلامنا مفيد ليكم واتمنى تشرفوني فيكم اما الان سننتقل الى ايطاليا ومن خلال قناة نصيبي بهيجة والاستفادة من المعلومات القيمة التي ستقدم لنا عن كيفية تعليم الطفل العلم منذ الصغر ولا تنسوا وضع لايك واشتراك اقرأت لقناتها ستجدون ان شاء الله في صندوق الوصف والاستفادة بكل المعلومات القيمة التي ستقدم لنا من قناتها عن كيفية تعليم الطفل العلم منذ الصغر ومشاهد الممتعة لقناتها هناك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا الاسم ديالي بهيجة من المغرب واقطن بالديار الايطالية القناة دياليزمتها نصيبي بهيجة هي قناة فيها مواضع متنوعة وكنت تمنى الدخل لها وتابوني وتتفعل الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي وكنت تمنى منكم ترحبوا بيا كيف ما رحبت بيكم والموضوع ديالنا اللي غنهضروا عليه اليوم هو موضوع العلم للاطفال ديالنا والعلم حاجة مهمة بالنسبة لنا في الحياة اليومية ديالنا ولهذا من الواجب علينا احنا كاباء الابناء ديالنا اننا نعلموهم ونوصلوهم وحنا دائما كنبغيوا الوليدات ديالنا يكونوا حسن مننا ويكونوا في مناصب حسن مننا وكما كيقول مثلا العلم نور والجهل عار ولهذا احنا من المطلوب مننا اننا نوصل الوليدات ديالنا ونعرفوهم بمعنى العلم ونوريهم هو العلم حاجة زوينة ولكن هو ما كينتهيش بالنسبة لنا احنا كاباء العلم هو اما الان سننتقل الى الاردن ومن خلال قناة بيسان الرجوة الاستفادة من قناتها ومن كل المعلومات القيمة التي ستقدم لنا عن كافية تعليم الطفل العلم منذ الصغر ولا تنسوا وضع لايك واشتراك وكومنت ستجدون ان شاء الله في صندوق الوصف والاستفادة من قناتها الجميلة جدا والمميزة عن كافية تعليم الطفل العلم منذ الصغر ومشاهدة ممتعة لقناتها هناك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم قناة مطلخ بيسان من تجمع الاحبة اليوم راح نتكلم عن العلم نور بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العظيم اللهم ربي اني اسألك علما نافعا لازم نحفز اولادنا على العلم ونساعدهم طلب العلم العلم نور وجه له ظلام طلب العلم فريض على كل مسلم العلم والاقلاق ترتقي الأمم بالعلم تبني الأوطان اجعلوا قراءته جزءا من حياتك نازم نساعد أطفالنا على طلب العلم مساعدتهم بالقراءة تحفيزهم على التدريس والعلم مطلوب من الكبار والصغار ونحفزهم على علم حتى يرتفعوا درجات عالية ومستويات عالية من العلم على قد ما نقدر انه معلم الطفل على تحبيب القراءة على تحبيب الكتابة بتمنى ان شاء الله تستفيدوا من هاي المعلومات اللي رح اقدملكم اياها من الآن سننتقل الى قطر ومن خلال قناة رحمة بدوي والتي ستقدم لنا جميع معلوماتها القيمة والمفيدة عن كيفية تعليم الطفل العلم منذ الصغر ولا تنسوا وضع لايك واشتراك وكومنت لقناتها الجميلة جدا والمميزة ستجدها ان شاء الله في صندوق الوصف ومنشاهدة ممتعة لقناتها هناك بما ستقدمه من العلمات القيمة والمفيدة عن كيفية تعليم الطفل العلم منذ الصغر مشاهدة ممتعة لقناتها هناك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم رحمة بدوي في قناة رحمة بدوي بالنهار ده هنتكلم عن العلم العلم نور جملة نسمعها كثيرا هل فكرت يا أصدقائي ما هو العلم العلم هو كل نوع من المعلومات والتطبيق وعكسه الجاه كما ان العلم هو مبدأ المعرف مواضيع العلم الموجودة واحد العلوم الطبيعي مثل الكيميا اثنان العلوم الإنسانية التي تدرس الإنسان ومجتمع البشر مثل علم الاجتماع ثلاثة العلوم الأدراكية مثل علوم الأعصاب أربعة العلوم الهندسية مثل الهندسة والعمارة في مصر لدينا علماء الدين مثل الشيخ شعراوي الله يرحمه والدكتور مجدي يعقوب في الطب والدكتور أحمد زويل في الكيميا أتمنى لي ولكم أصدقائي أن نصل لهذه درجة للعلم بالتوفيق لي ولكم أو تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب لقناة رحمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم رحمة بداي في قناة رحمه وكانت هذه كل القنوات الجميلة والمميزة جدا والتي تمتعنا بالاستفاد المعلومات القيمة والمفيدة التي قدمت لنا عن العلم وكيفية تعليمه للطفل وهميته لتنمية المجتمع ونموه والفكر الذي يتنمى مع تطور العلم والتعلم كانت هذه أماني من قناة أماني الترتير مقدمة الحلقة أرجو قتمتعتم هذه الحلقة ولا تنسوا مشاهدة الحلقات السابقة ومتابعتنا في الحلقات القادمة والسلام عليكم